في خطوة غير مسبوقة، بدأت واشنطن مراجعة للحضور العسكري في المنطقة ضمن خطة لإعادة تنظيم البصمة العسكرية هناك حيث ستركز قواتها على التحديات المرتبطة بالصين وروسيا ووفقاً لصحيفة وولف ستريت جورونال، بدأ البنتاجون أوائل حزيران سحب ثماني بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية بالإضافة إلى درع ثاد المضاد للصواريخ الذي كان تم نشره في السعودية وبالرغم من أن واشنطن بررات العملية بأنها تتعلق بشكل رئيسي بمعدات دفاع جوي إلا أن مراقبين يرون أن فشل منظومات الدفاع الجوي وخاصة القبة الحديدية في إسرائيل إزاء هجمات حماس ربما تدفع الأمريكيين لسحب هذه المنظومات وبحسب المتحدثة باسم البنتاجون فإن بعض هذه المعدات سيعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة والإصلاحات والبعض الآخر سينقل إلى مناطق أخرى وأرسلت بطاريات باتريوت في إطال تعزيزات إلى المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بضربة أمريكية في كانون الثاني 2020 ونشر نظام ثاد للدفاع الصاروخي في السعودية بعض ضربات جوية استهدفت موقعين نفطيين استراتيجيين في المملكة اتهمت طهران بالوقوف وراءهما ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض أعاد فريق السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي بايدن توجيه أولوياته نحو القوى الصاعدة في آسيا عوضاً عن الشرق الأوسط في خطوة تعكس المخاوف المتزايدة من صعود الصين السريع وكيفية استخدام القادة في بكين لقوتهم الجديدة لكن ذلك لا يعني التخلي عن الشرق الأوسط لأن ذلك سيشكل خسارة كبيرة بل وسينسف جهود تحجيم روسيا والصين التين تبديان اهتماماً متزايداً بهذه الساحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر